ويقول ما كيفية التعزية وهل هي واجبة أو سنة وما الطريقة الصحيحة في العزاء وكيف يعمل الطعام لأهل الميت ليكون ذلك وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعملوا لآل جعفر طعاما أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا الجواب أن التعزية أن الشخص إذا أصيب بمصيبة فعلى المسلم أن يذهب إليه وأن يعزيه يعني أنه يدعو له بالخلف بأن يجبره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها وأن يدعو أيضا للميت ولا فرق في ذلك بين أن يلقاه في طريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق أيضا إلى المقبرة وأما ما يفعله بعض الناس في بعض الجهات من نصب الخيام وجمع الطعام واجتماع الناس في هذا المكان يأتي من أصيب بمصيبة ويجلس ويأتي الناس إلى تعزيته ويأكلون ويشربون ويبيتون ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو ما إلى ذلك وقد يكون هذا المال من تركة الميت ويكون الميت قد أوصى بثلث ماله وقد يكون عليه ديون وقد يكون له أولاد قصر ويكون له نساء وهم في أمس الحاجة إلى هذا المال فيأخذ من ماله من أجل إقامة العزاء فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة وهذا بدلا من أن يكون الشخص فيه مأجور فهو مأزور وعليه إثم في ذلك فالسنة هو الاقتصار على الاتصال بمن أصيب بالمصيبة إذا أمكن الإنسان يتصل به بالقدم أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مثلا برقية أو كتاب مسجل ويعزيه التعزية الشرعية يدعو للميت من جهة ويدعو للحي من جهة أخرى وأما ما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت فبإمكان أحد الجيران أو أحد الأقارب يصنع لهم طعاما في نفس الليلة التي حصلت فيها المصيبة ويرسله لهم من أجل أن يأكلوه هم ومن عندهم أما صنع الطعام على الوجه الذي ذكرته لكم فهذا بدعة ولا يجوز فعله لا بالنسبة للأفراد الذين يأتون يعني لا يجوز لهم البقاء وكذلك بالنسبة لأهل الميت لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ولو فرضنا أن شخصا تبرع مثل ما يتبرع ناس الآن في بيوت يسمونها بيوت العزاء ويجعلون فيها خادما والخادم هذا يصير عنده مجموعة من الطباخين ومن الذين يصلحون القهوة والشاي ويكون هذا البيت مفتوح إذا مات ميت يكون هذا البيت مفتوح يومين ثلاثة أيام وهذا الشخص الذي أقام هذا البيت للعزاء مستعد بالمصاريف على هؤلاء الذين يأتون المصاريف من أكل ومن شرب ومن إلى آخره هذا كله من الأمور المبتدعة لأن هذا لو كان من الدين لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والخير كله في اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فمن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ما ثبت عنه من السنة وعدم الابتداء وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فعلى جميع الأشخاص الذين يصابون بالمصائب عليهم أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية وعلى الأشخاص الذين يعزون عليهم أيضا أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر